نعم بادر يعني حسب آخر المعلومات التي توصلنا إلى الآن بما تعلق بهذه الطائرة التي وصلت من مطار بن جوريون إلى مطار محج قلعة في داغستان حسب ما نشرت الوكالة الفضائية للنقل الجوي الروسي نقلا عن السلطات الأمنية المحلية في داغستان تم إخلاء المطار في الوقت الحالي من المتظاهرين المحتجين الذين دخلوا رفضا لوصول هذه الطائرة من مطار بن جوريون إلى عاصمة داغستان محج قلعة وعلى متنها عدد من المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وعدد من اليهود بدأت القصة في السابعة مساء بتوقيت موسكو عندما تجمهر عدد كبير من المواطنين في هذه المنطقة أي في منطقة داغستان وفي جمهورية داغستان أمام مطار محج قلعة لمنع وصول طائرة كانت طائرة ريد وينجس وهي شركة طيران روسية كانت تنطلق برحلة من مطار بن جوريون لتصل إلى مطار محج قلعة كان يفترض أن تصل في السابعة والربع بتوقيت موسكو وصلت الرحلة بالفعل لكن كان المواطنون في هذا الوقت قد دخلوا بالفعل إلى داخل المطار اقتحموا المطار بالقوة ودخلوا حتى إلى مدرج المطار بعدما وصلت الطائرة وحاولوا تستيش الحافلات التي تنقل الركاب إلى داخل مبنى المطار لمنع دخول هؤلاء المواطنين سواء الذين يحملون جنسية الإسرائيلية أو أبناء الجالية اليهودية المقيمة في داغستان حتى لا يدخلوا إلى أراضي الجمهورية وطالبوا بطرد هؤلاء المواطنين بالطبع تطورت الأحداث بشكل كبير لم تصدر بيانات رسمية في ذلك الوقت لكن مقاطع فيديو مختلفة تناولتها وسائل الإعلام الروسية وتناولتها قنوات التليجرام الخاصة هنا تشير إلى غضب عارم لدى عدد كبير من المواطنين يعني تقريبا الأعداد قدرت ما بين 300 إلى 1000 مواطن تجمروا أمام المطار واستطاعوا الدخول إلى داخل المطار حتى هذه اللحظة المعلومات تفيد بأن المواطنين الذين كانوا على مطن هذه الرحلة تم إخلاءهم من الطائرة وإدخالهم إلى إحدى القاعات داخل مطار محج قلعة على أن يتم فيما بعد نقلهم إلى موسكو بالفعل ثم إما إعادتهم إلى تل عبيب أو التصرف فيما بعد وجهتهم التالية بالطبع كل هذا يعكف حالة الغضب بدر الموجودة هنا في الداخل الروسي سواء على مستوى المجتمع الروسي نرى أن هناك تضامنا شعبيا كبيرا مع ما يحدث لمواطني غزة هناك إطراض كبير لدى صفوف المواطنين الروس وخاصة في منطقة شمال القوقاز في جمهوريات شمال القوقاز المسلم غضب عارم على العدوان الإسرائيل على قتاع غزة بالإضافة إلى هذا الحادث كان هناك حادث آخر وقع نهار اليوم في جمهورية إسلامية أخرى هي جمهورية قبردين بولكاريا تم خلاله حراق مركز يهودي كان قادة الإنشاء بل وكتابة شعارات على حوائط المباني في هذه الجمهورية الجمهورية قبردين بولكاريا تقول الموت لليهود بالطبع كلها شعارات تعكس الغضب العارم لدى صفوف الشعب سواء الروسي أو الشعب المسلم في جمهوريات شمال القوقاز على العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة هناك دعوات بطبع من السلطات المحلية في جمهورية داغستان مفتي داغستان خرج بتصريح يطالب فيه المواطنين بالتفريق بين اليهود وبين السلطات الإسرائيلة التي وصفها بالغاشمة التي تقوم بقتل المسلمين أو قتل الشعب الفلسطيني في عدوان غاشم على قطاع غزة بالطبع لا تنظر حتى هذه اللحظة بيانات لا من وزارة الخارجية الروسية ولا من وزارة الداخلية لكن رئيس جمهورية داغستان أيضا أصدر بيانا قال أنه قام بتشكيل غرفة عمليات وطوارئ لمعالجة هذه المسألة وأعلن كذلك عن أن مطار محج قلعة سيكون مغلق حتى السادسة صباحا ولن يتم استقبال رحلات من هناك أو إقلاع رحلات من داخل المطار حتى هذه اللحظة شكرا